ازايكم عاملون ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال الدرس ده هيكون تكمل الدرس الاول مع اضافة ان احنا ازاي هنتعلم برنامج الاجزارة اللي فيه ناس كترة جدا سألتنا عليه وده برنامج بيعمل الكلمات 3D بشكل كويس جدا فعشان ما طولش عليكم يلا بنا نكمل الدرس التاني طيب في الدرس الاول وقفنا عند نفس الجزئية دي قلنا ان احنا ان شاء الله في الحلقة دي هنتعلم ازاي نعمل 3D للكلمة تمام وهنتعلم كمان ازاي اه نحمل الخطوط المناسبة لديزاين بتاعي او منين اصلا نجيب خطوط كويس اشتغل عليها فخلينا الاول هنشرح في الحلقة دي ان شاء الله هنشرح برنامج اجزارة البرنامج اللي هو بيعمل الكلمة بتاعت 3D تمام فمبدئيا لازمة نكون مصادة بالإلستريتور والفوتوشوب بتاعي زي ما احنا مشتغلنا الدرس الاول كده خلاص خلصنا ديزاين بقى بس حاجات بسيطة اه هبدأ افتح الالستريتور بعد ما سطبته طبعا بيكون الواجهة بتاعته بالشكل ده ببدأ اعمل فايل من هنا نيو وهنا مش شرطة اكتب مقاس يعني مش شرطة اشتغل على مقاس معين لا انا على طول اي مقاس كده تمام وهرجع عند الفوتوشوب هنا الكلمة بتاعتي او اي كلمة ايا كان بقى انا عايز اعملها 3D او احولها 3D هخلي لونها اسود اول خطوة هعملها في الكلمة هخلي لونها اسود بعد ما اكتبها طبعا باي فونت ايا كان بقى وهشدها معايا كده ركزوا هشدها معايا كده الالستريتور هرميها على المقاس او هسيبها في المقاس اللي انا عملته طيب هلاقي ان الكلمة هنا فيها باكسالة جامدة طبعا هنا هنا دور هو بيحول الكلمة من بي اس طبعا والفيكتور عشان مش بيبقى فيه اي بيكسل خالص فهنا هلاقي حاجة اسمها هدوس عليها بعدها على طول هلاقي كلمة اسمها هدوس عليها اتكيزوا معايا في الخطوة دي هجيبي الماجيك من هنا كده تمام المفروض ان انا بفرغ الابيض من الكلمة تمام وهدوس في مكان فاضي كده جوة المعمول كده ودليت من الكيبورد هو كده هزفلي الابيض اللي موجود في الكلمة كلها وكمان حولها للفيكتور يعني مهما انا عملت هلاقي ان الدنيا معايا مزبوطة جدا وكويسة جدا طيب الخطوة التالتة هعمل ايه ركيزوا معايا اهم خطوة هدوس فايل بعد كده اكسبورت بعد كده اكسبورت هلاقي ان هنا في حاجة اسمها اي ام اف الاي ام اف دي هي الصيغة اللي انا هحطها على الاكزارة على برنامج الاكزارة بتاعي اي صيغة تانية من الحاجات دي مش هتمفل فا اي ام اف هي المطلوبة فهسمي الفايل بتاعي او الكلمة بتاعة اي حاجة كده وهشد الكلمة اهي بعد ما نزلت هحطها على الاكزارة ده وجهة الاكزارة بعد ما هتسطبوه طبعا يكون بنفس الشكل ده او جايزة يكون في حاجات بتتحرك فيه مسلا يعني مسلا ممكن اكتب اي حرفين وهدوس هنا كده هتلاقوه مسلا بيعمل الشكل ده طيب بدوس هنا فوق عشان اوقف التحريك على الخطوة دي وباجي هنا بدوس هنا كده وبعمل سليكت وبحذف اي حاجة موجودة لو انا سطبت الاكزارة ولقيت اي كلام من ده فالواجهة بتاعها تبقى بالشكل ده والقايمة اللي عليمين دي احيانا برضو مش بيكون موجودة يعني في بداية ما بتسطب البرنامج فاظهرها ازاي بدوس كليك يمين هنا كده وبعد كده باختار فخلاص تمام بعد كده هشد الكلمة بتاعتي اللي انا صدرتها من الالستريتور هشدها له هنا كده هتبقى بالمنظر هو مبدئيا يعني هو بيعملها لسري دي ممكن يعملها لك انت قاعد ما بتسطب البرنامج تلاقي مسلا الكلمة معوجة كده تلاقي مسلا فيه سري دي مش عاجبك فبتمسك الكلمة من الوش هنا من الوجه بتاعها من هنا وتبدأ تشدها كده 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 تزبطها بالشكل ده على الشكل اللي انت عايزه عايز بقى التكسيم يكون من جنب اليمية التكسيم من جنب الشمال من فوق من تحت زي ما انت عايز بتتحرك بالكلمة براحتك لو انت شايف ان العرض بتاع السري دي كتير قوي بتاع التكسيم ده عايز تقلله بتمسك الكلمة وتزقها الورا بتمسكها من عند الحرف بتاعها من قدام كده وبتبدأ ترجعها وراء وتطلعها قدام على حسب ما انت عايز طيب اللي موجود جواها اللي بيبقى عامل شكل كده لمعة او لسعة او كل الكلام ده ازاي بيتعامل هتلاقي لو بصيت فوق هنا حاجة شبه اللمبة كده اقتجار شبه اللمبة بتدوس عليه بيبدأ يعمل لك الاسهم دي كلها تلات اسهم طيب كل ساهم فيهم مسؤول عن جزء من اللايت يعني مسلا فيه ساهم فيهم لايت واحد لايت اتنين لايت تلاتة وكل الحاجات دي هتلاقيها في الجزء ده اللي هو اللايت واحد اهو واللايت اتنين واللايت تلاتة كل ساهم فيهم للون انت ممكن تخلي كل ساهم بلون ده برحتك انت اهو آآ لايت تلاتة عايز تخلي الاخضر آآ يعني في الاخر دي بتاعتك دي برحتك تمام فانا مسلا خلاص هخليني مسلا اشتغل على الاحمر كله تمام والاخضر دي برضو هخليها احمر بس الاحمر ده جامع على نساس ان انا عمر اللاسعة بتاعتي بالشكل ده والابيض ده اللي هو الوجهة خالص ما نجد عابي خالص تمام فخلاص اوكي انا كده شايف ان الشكل تمام وممتاز تمام طيب اسايف ازاي بكواليتي كويس عشان فيه ناس كتقالتلي ان هي بعد ما بتسايف بتلاقي في مشكلة في البكسلة بتحصل في الكلمة او الدينية بتبوز معايا ركزوا معايا هنا بدوس بعد كده اكسبورت وبعد كده هسايف بي ان جي ركزوا تمام وبعد كده خلاص هسا هزبط هدو سايف ركزوا في الاعدادات دي الاعدادات دي عندك اول ما بتسطبوا البرنامج بتكون كل الكلام ده بتشال بالشكل ده تمام وهين هتلاقوا حتى بتبقى جي اي اف طيب ازبطها ازاي هنجا عندي جي ايف هنخليها بان جي وهختار تاني نقطة من هنا تمام وهحط هنا الفين الفين لو حطيت اكتر من الفين هو ما بيقبلش هو بيقول لك ان انا خلاص العرض والارتفاع بتبقى اكتر حاجة هديه لك الفين في الفين ودي هتبقى كويسة جدا معاك هنا هخليها بدل ميتين ستة وخمسين هنزيلها على الاعداد اللي تحت ده طبعا دي كلها حاجات ما ازنش ان انتم لازم انت تفهموها بالزبط لان هي بتتعامل مرة واحدة وخلاص على كده ما بتتعملش تاني وهدى على الانتين صح هنا كده وبكده الكلمة بقت جهزة معايا ما فيهاش اي مشكلة لو دوست وخرجت برا هلاقي ان الكلمة عملت اهي هشدها على الفوتوشوب عبزاين بتاعي فاصبحت الكلمة موجودة وجهزة بشكل كويس فهحزف الكلمة السودة خلاص وهبدأ اصغر الكلمة بتاعتي دي شوية كده وهكبر شوية كده عشان اشوف لو كبر طبعا مش هلاقي ان في اي بكسلة خالص جايز تكون حاجات بسيطة بس لا يعني ما اظنش ان ايه هتبن في المقاسات اللي هي مسلا اه لحد المترين او تلاتة متر يعني طيب خلينا انا كده خلاص خلصت الكلمة بتاعتي اهو عايز الوين الجزء اللي برا طيب هجيب الماجيك هنا برضو قلنا بنعمل سليكت تمام وشفت وهعمل سليكت على كل الجزء اللي برا ابعد عن الاحمر خالص خلاص تمام وهدوس كنترول جاي من الكيبورد عشان اخد من السليكت اللي انا عملته بالشكل ده وبعد كده هدوس من على بتاعتها هنا كده هجيب الكالر وبعد كده هلون اي لون انا عايزه اه اصفر بقى اي لون يعني بس ان هو افضل لونين هيبقوا الاصفر والابيض في الدرجات دي عشان هي هتبقى بين قوي يعني فهاجي عند البيفل كده وهفضل هلعب بقى في اي حاجة قدامي هلعب فيها يديني شكل فانا خلينا انا خلاص زبط يديني بتاعته على البيفل ده تمام طيب اللون الاحمر اللي ورا ده لو انا عايز اغيره حاسس ان هو مش مناسب معي او مش تمام هغيره ازاي حاجة عند اللايير بتاعتي اللي هيبقى تسري دي اهي وهدوس من الكيبورد هيفتح لي آآ وبعد كده هبدأ من هنا هشد الباور ده شمال او يمين كده هتلاقوا ان هو بيغير لدرجات اللون بتاعت الاحمر الورا تمام فانا شايف ان الاحمر برضو مش وحش يعني تمام فاصبح كده احنا عندنا خلاص شرح الاجزارة بشكل كويس طب انا عايز اعمل شادول الكلمة بطريقة كويسة وما تكونش ايه يعني تكون شبه احترافية طيب هاقف تحت اللايير بتاعت دي هنا كده وهكاريت اللايير جديدة زي ما قلنا وبعد كده هجيب البراش وبعد كده الكلر هخليها اسود وبعد كده هدوس كده هيعمل لي النقطة دي هبدأ هدوس وهوسع النقطة دي كده من الشمال واليمين بالشكل ده تاني كليك يمين وورب من هنا وهبدأ اشد الجزء اللي تحت ده شده الفوق هيبدأ هو يعمل لي الشادو بالشكل ده هبدأ ازبطه على النقط كده وهبدأ اقلله شوية عشان ما يبقاش اوفر فاصبح كده معي شادو كويس طيب خلينا برضو هنا عند ده اما شايف ان النار هنا شكلها محمر او فيها لهب كده انا عايز اخلي الليهب ده اضرف في عشان برد الدنيا معي تبقى واقعية اكتر هعمل الموضوع دي ازاي هقف عند بتاعت الساندوتش بالشكل ده هكاريت لاير جديدة هدوس كونترول عشان هعمل اللي انا هعمله في اللايير ده يكون جوه الساندوتش بس مش على البجرة او انت كلها وبالبرش بتاع دي هجيب الدرجة بتاع النار اللي هي دي وهبدأ ارسم خفيف كده اهو برا الساندوتش بالشكل ده وعلى الخضار برضو ممكن نقرب شوية عشان نشوف احنا بنعمل ايه وهرسم برضو هنا كده ممكن اعلي للسايت شوية عشان هدخل جوه طبعا احنا مش هنسيب الشكل كده يعني بس هنزبط طيب خليني خلصت وخليني اقول ان انا كده تمام خلي بس ازبط الجزء اللي تحت برضو مش قوي كده تمام هنا هخليها سكرين السكرين اصبح اهو هو اعطالي اللهب بتاع النار ضارف في الساندوتش فكده بقى تمام زي الفل قوي تمام وخلينا اقول ان انا كده استكفيت بان انا اعمل ديزاين احترافي بخطوتين ترات اربعة خمسة يعني الموضوع يعني مش محتاج صعوبة خالص كنت ممكن ادخلك في تفاصيل كتيرة وادوات وحاجات كتيرة اعملهاش لازمة هتوجع دماغها عالفاضي وفي الاخر هتحس ان ات ادماغ تاهت يعني فالكرسي ده يا جماعة معلش يمكن انكم باتكلم كتير انا في الحلقتين الاولينيين بس عشان خاطر انا عايز اقول لكم ان الكرسي ده انا مركز جدا ان انا ادي لكم افضل حاجة في اقل وقت وباقل ادوات تمام كده عشان تبقى الناس يعني متفق معين طيب احمل خطوط منين وزي ما قلنا ده جروب حارة مصممين تاني الجروب ده بتاعي بنزل عليه اه حاجات كتيرة جدا هتفتكم يعني ولنك للقناة اليوتيوب للدروس اللي محد اشتبهها المرة اللي فاتت هتلوقع واشتركوا في القناة عشان طبعا الكرسي ده يعني كده كده ان شاء الله مش بس الكرسي ده اللي هينزل لا هيبقى في حاجات تانية كتيرة جدا ان شاء الله على القناة اه دخلوا اه اشتركوا فيها بقى تفعلوا بقى زر الجرس يعني براحكوا بقى انت ودي بتاعيكوا فخلينا نقول هنحمل خطوط منين في هنا موقع اسمه عرب فونت لو جيت هنا كتبت على جوجل حتى بالعربي اهو تمام فتحت الموقع ده الموقع ده بيديني كل حاجة متقسمة ما بي ما مش عايز يتعبني الراجل من الاخر فهو هنا هتلاقيه مقسم لك تمام حاجات اهي خطوط عربية جديدة خطوط الكنوات والشركات خطوط اه حسن هاكن خط الرقعة الديواني هو الراجل بيقول لك انا مقسم لك كل حاجة عشان ما تعبش نفسك والدور كتير طيب الموقع ده المفروض ان هو كل فترة اي خط جديد بتتمشي في الشريع تشوفه يعجبك هتلاقي ان هو هنا لو نزلت تحت اي فونت جديد هو بينزله بينزله هنا في الجزء ده في الجزء اللي تحت ده اي فونت جديد هم ما بيعملوه بتلاقيه نازل هنا في الجزء ده طيب لو انا فتحت مثلا اه السولس لو فتحت كده وانزلت هتلاقيه كل الخطوط اللي هتختر على بالك واللي هتحتاجوها فبالتالي مش هتلاقي نفسك بتدور كتير ومش هتلاقي نفسك اه بتتعب عشان تجي في فونت قويس او كده يعني حتى الناس اللي مش عارفة الخطوط دي احنا نستخدمها في ايه او كل الكلام ده هو مقسم لك كل حاجة يعني لو شغلت الشركات للعناوين والعلانات كل الكلام ده هتلاقيه ومزبط لك الدنيا ومسهلها عليك وآآ آسف لو طوالت عليكم ويا رب بتكونوا استفدتوا وان شاء الله كده احنا خلصنا الدرسين الاولينيين المبتدئين في عشر دروس تانيين بقى بس الدروس ده هتكون محتاجة تركيز جدا 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 عشان هيبقى فيها تفاصيل كتيرة جدا جدا وآآ يلا بينا للناس اللي هنشأوا الله تخش معنا في الحلقة التالتة وآآ متشكر جدا وآسف على الاطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته